السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الحاجات اللي هتخليك خاشع في الصلاة انك تتخيل او الله تتخيل تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ في احسن الوضوء تخرج منه خطايا حتى تخرج من تحت اظافره تخيل وانت رايح تتوضأ فاهم كويس جدا انك لما هتتوضأ وضوء صحيح ومظبوط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ زنوبك هتخرج من جسمك لدرجة ان هي هتخرج من تحت اظافره فتخيل المية وهي نزلة منك ان هي سودة من كتر الظنوب اللي عندك فلما تتخيل ده قلبك يبدأ يرئ يبدأ يدخل في موض الخشوع يفهم كويس جدا انه رايح يقابل رب كريم اوي بيطهاره قبل ما يدخل في الصلاة فتتدبر وتتخيل المشهد ده وانت ذنوبك بتقع منك ده يخليك خاشع في الصلاة جدا عايز اقولك ان في حديث رائع النبي صلى الله عليه وسلم قاله يفيدك اوه في نقطة التخيل دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد اذا قام للصلاة اتي بذنوبه كلها فتوضع على ظهره وعاتقيه حتى اذا ركع او سجد تساقطت عنه يا الله يعني انا اول ماقول الله اكبر ذنوب كلها جبال من السيئات تبقى على كتفي وعلى ظهري واول ماقول الله اكبر واركع ذنوبي تبدأ تقع يمين وشمال مني واول مسجد ذنوبي تبدأ تقع مني مين وشمال ده نبقى ممكن اخرج من الصلاة وليس علي ذنب فتخيل وانت بتركع ان في جبل على ظهرك بيقع منك يمين وشمال وانت ساجد نفس الكلام اضمن لك ان لو انت تخيلت الشعور ده وعملت الهالة من التخيل دي حواليك هتحس ان انت مش عاوز تقوم من الركوع ولا من السجود وعايز تطول في الصلاة جدا لان انت فاهم كويس جدا ان زنوبك كتير جدا ومحتاج ان انت تتخلص منها باي طريقة حاتم الاصم كان بيعمل كده لانه كان زكي كان بيحيط نفسه بهالة من الافكار والتخيلات بتخليه يخشع في الصلاة غصبا عنه كان بيقول ان لو دخلت في الصلاة فكأنت الكعبة امامي وكأن ملك الموت خلفي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الملوك فوقي وملك الملوك فوقي والصراطه تحتي ولا ادري هل قبلت مني صلاتي ام ردها الله علي تخيل بيحيط نفسه بكم تخيلات يخليه غصبا عنه يخشع اصول لو سهى ده ملك الموت خلفي ده ممكن تكون اخي الصلاة لي لو سهى ده ملك الملوك يراقبني لو سهى الكعبة قدامي ده موقف ما ينفعش فين انا اسهو والجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط تحته خشع في صلاته وكذلك كان بعض السلف يقول كنت بأسم الدنيا نصفين واضعهم على ظهر يدي حتى اذا قلت الله اكبر القيت الدنيا خلفي واستقبلت الله امامي فخشعت في صلاتي يبقى من الحاجات اللي هتخليك خاشع في الصلاة جدا انك تتخيل اشتركوا في القناة